احنا تعودنا في حلقات شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نختار الاحاديث اللي هي احاديث مركزية في عقل الانسان المسلم وكمان هي احاديث مركزية في حياته وفي تطبيقاته العملية في الحياة وتعودنا ان في اول شرحنا للحديث بنبتدي الاول بشرح الحديث سموا بعد ذلك بنتكلم عن التطبيقات اللي عندنا عن هذا الحديث النهاردة اخترنا حديث على قد ما هو مهم جدا على قد ما وقع في فهمه شوية اغاليط كثيرة وشوية تطبيقات ما كانتش مناسبة طب ده جي من اين؟ جيه من ان الناس حاولت تعمل بالحديث قبل ما تفهموا وهذا الحديث من اعظم الاحاديث المؤسرة في حياة المسلمين ليه من اعظم الاحاديث؟ لانه بيتكلم عن قيمة اساسية من قيم الحياة هذا الحديث بيتكلم عن قيمة تتعلق بمسألة الابتزان فالحديث بيتكلم عن قضية الابتزان بيتكلم عن قضية الابتزان فقط؟ لا بيتكلم عن قضية الابتزان وقضية ازاي الانسان يصل الى الطمأنينة حتى لو وقع في المشكلات فهذا الحديث حديث يتعلق بازمات التفكير وازمات المعرفة الحديث يتعلق بكيف سنتعامل اذا تعرضنا الى مشكلة ممكن ان تعكر علينا صوف حياتنا الحديث ده هو حديث سيدنا النعمان بن بشير فعن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب تعالوا نقف هذا الحديث منتفق عليه يعني أخرج الإمام البخاري ومسلم عنوان هذا الحديث هو حديث مثلا الاتزان عند مشكلات الأفهام الاتزان عند مشكلات الأفهام تعالوا نشوف الحديث بيقول إيه مرة تاني الحديث بيقول الحلال بيّن والحرام بيّن فهذا الحديث يبشر المؤمنين ويوضح لهم مسألة مهمة أن هذا الدين واضح أن هذا الدين لا خفاء فيه أن هذا الدين الذي يتبعه يساعده على الاتزان في حياته كيف يساعده على الاتزان في حياته بأن يجد البيانة في كل شيء يعني وكأنه بدوت أحد تطبيقات قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من خير إلا ودللتكم عليه وما من شر إلا ونهيتكم عنه وكان المسألة أن هذا الدين لا خفاء فيه واضح إذن ولماذا بدأ صلى الله عليه وسلم بالحلال بيّن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشير إلى مسألة مهمة أن الله سبحانه وتعالى من تيسيره لهذه الحياة ومن نطفه بنا في هذه الحياة ماذا فعل؟ جعل الحلال في حياتنا أكثر من الحرام معقولة؟ آه طبعا وعشان كده العلماء لما قوموا يبصوا كده في الأحكام الخمسة عندنا أحكام خمسة عندنا الواجب والمندوب والحلال أو المباح والمكروه وعندنا الحرام فعندنا أربع أحكام حتى المكروه داخل في دائرة الجائز فده يفعله الإنسان يبقى الحديث إذا جاي عشان يعمل إيه؟ يعمل طمأنينة للعباد فواضح إن الحديث جاي عشان يطمئن القلوب وعشان كده جاي في نهاية الحديث وماذا فعل؟ جاي في نهاية الحديث وأشار إلى أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله لما القلب يطمئن يبقى الحديث جاي لطمأنة المسلمين فلا تخافوا الحلال بيّن وتم بيانه والحرام بيّن وتم بيانه تم بيانه إزاي؟ قال له إما بالتصريح على أنه حرام فاشتنبوه حرام واضح هو أو أحل لكم واضح حلاله أو بالدلالة عليه أو بالدلالة عليه يعني إيه؟ هناك أدلة دلت على ذلك إذا قمتم إلى الصلاة فاخسلوا آه خلاص احنا عارفين أن الوضوء واجب قبل الصلاة دي ليه؟ ده أدلة أدلة موجودة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يعني معروف معروف يعني إيه؟ معروف يعني واضح نستطيع أن احنا نصل إليه وكل الناس تقرف فهذا معنى بين بس معنى أنه هو بين أنه هو جاهز أن الناس كلها تعرف إذا تعلموا وليس معنى بين أنه أنا لابد كل واحد من المسلمين يكون عارف لكنه جاهز أنه يعرف لأنه في بعض الأحكام بتخفى على كثير من الناس احنا شوفنا ناس ما يعرفوش التيمم شوفنا ناس ما يعرفوش أشياء كثيرة جائزة في الشريعة لكن هي جاهزة إذا أنت أردت أن تعرفها ستجد معرفتها سهلة عارف زي إيه؟ وَلَقَدْ يَسْرَنْ قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكْرِ؟ يعني القرآن جاهز للذكر فأنت لو ذكرته خلاص هتجده سهل عليك يبقى هنا ممكن تدركه بنفسك أو تحتاج لحد يوضحه لك يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وَنَزْلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فده معنى إيه؟ إن إحنا ممكن نفهم القرآن بس لما نتعلمه فالقرآن جاهز عشان يبقى فيه بيان لكل شيء بس إذا تعلمناه طب إذا ما تعلمناهوش ما يجيش حد يقول لي الحلال وبين ويكون يسير خلف عواه ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَةِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ يبقى لازم نعمل كده لما عارفين أنهو بين يعني هو جاهز البيان وده معنى إيه؟ معنى أن الشرع الشريف حتى في الأمور الواضحات بيركز عليك ويفكرك بفكرة البيان بفكرة الإيه؟ ما جايش قال واضح تعرفه ولكن قال أنهو بين يعني واضح تستطيع أن أنت تستدل عليه لأن الشرع الشريف بيكرس فينا إيه؟ أن الشرع الشريف شرع علم فلازم تكون أنت من أهل العلم فلازم تعرف طب ده معنى إيه؟ ده بيوطق للمعنى الذي بعده إذا كان الحلال بين والحرام بين بين لمن يعرف ومن يتعلم ومن يقبل على معرفة ذلك بالطرق الصحيح الحاجة التانية بقى إيه؟ ننتقل بقى وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس في روايات كده طب ده معنى إيه؟ إن الشبهات دي أمور قليلة وليست موجودة في كل الشرع طب إيه اللي جاب الشبهات؟ الشبهات دي جات من إيه؟ الشبهات قد يكون منفزها الواقع يعني إيه؟ يعني حاجة ظهرت في واقعنا وإحنا مش عارفين هي دي من قبيل الحلال البين ولا من قبيل الحرام البين طيب طب نعمل إيه بقى؟ طب إحنا مش عارفين هي من أني حد آه في كده مشتبهة نعمل إيه؟ الحديث قال لا يعلمهن كثير من الناس بس ده معناه أن قليل من الناس يعلموا من لهم مين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا فعشان كده ما حدش يجي يقول والله أصل البيع بالتقصيد ده شبهة وما تبعوش بالتقصيد أو إيدعب المال في البنك ده شبهة وما توضعوش أموالكم في البنك والاحتفال بالمواسم بقى إذا كان ليلة الإسراء والمعراجة والنصف من شعبان أو حتى الاحتفال بالمولد النبي ده شبهة وإن اللي حاصل؟ واسوبوكم منه لا مش هذا هو المقصود الشبهة إن وجدت فإحنا قدامنا ثلاث إجراءات لازم نعملهم امتجاه أي شبهة تكون موجودة بس الشبهة لما تكون إيه؟ لما الشبهة تكون فعلا شبهة مش تكون مسألة خفية علي يبقى لازم نفرق ما بين الشبهات وبين ماذا؟ وبين الجهل بالمسألة آه ده حاجة مهمة قوي يبقى الشبهات مش هي الأشياء التي أجهلها الشبهات إن الأمور ملتبسة اللي التبست من أجل الواقع لكن لو كانت الحاجة لا أعرفها حضرت النبي وضح المسألة والقرآن وضح المسألة في المسألة دي يبقى إيه؟ يبقى الحل وإيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون طيب وإذا كانت المسألة كمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العي السؤال يبقى الحل إيه؟ لو كانت الأمر ده مش تبه أسأل العلماء يعني اشتبه فيه إيه؟ هل هو من قبيل الحلال؟ ولا من قبيل الحرام؟ ولذلك جاء الحديث فقال إيه؟ بينهما بينهما يعني إيه؟ هو فيه وجه يؤدي للحرمة وفيه وجه يؤدي إلى إيه؟ إلى الحل فنعمل إيه؟ فنسأل العلماء يبقى دورنا في الشبهات واحد من اتنين حضرت النبي يقول لا يعلمهن كثير من الناس لكن يعلمهن قليل من الناس فيعمل إيه؟ فمن اتقى لدينه فمن اتقى فمن ماذا؟ هننجي بقى هنا بقى الإنسان بقى لما يجي يتعامل مع الشبهات يعمل إيه؟ يتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه طب يعمل إيه بقى؟ يعني الشخص ده اللي اللي اتقى الشبهات يعني إيه اتقى الشبهات؟ التزم التقوى التزم التقوى إزاي يعني إنه إذا لم يكن من أهل العلم سأل وإن كان من أهل العلم يبحث يبقى وجود الشبهات ده بيدفع الناس لمزيد من البحث والعلم عشان ما حق واحد يجي يقول لي طب وإيه فايدة يعني إيه لازمة إن الدين يبقى فيه شبهات لا ده الشبهات دي موجودة عشان الناس تبحث يجي الأمر ده هو العقود أو التعامل بالبيتكوين مثلا التعامل بالبيتكوين ده اللي هي العملة الألكترونية هي دي من قبيل الحلال ولا الحرام نجي نقول له طب استنى بقى دي محتاجة مزيد بحث لأن هي منش من الحلال البين ولا من حرام البين لكن محتاجة إيه مزيد بحث تشتبك الأمور فيها فنبحثها فنستمر في البحث طب وإذا ما كنتش أنت من أهل العلم هتعمل إيه هتذهب للقليل الذي يعلمها يعلمها إيه سواء يعلمها في الحال أو يعلمها إذا بحث يعني أنت تروح تسأله فيقول لك لا 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 ده حلال واضح لا 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 ده حرام واضح يبقى أهل العلم يبقى هنا الحديث ده بيكرس أن الإنسان إذا وقع في معضلة فكرية أو معرفية عندنا مجموعة من الحلول الحل الأولاني إذا لم تكن من أهل البحث فاسأل العلماء الحل الثاني وماذا؟ إذا كنت من أهل البحث فماذا؟ فابحث وانظر فاعتبروا يا أولي الأبصار نبتد بقى إيه؟ ننظر في الأصول ونبحث طب إذا الأمر التبس عليك إذا الأمر التبس على الشخص نفسه هو من العلماء والتبس على الأمر عليه نفسه يعمل إيه؟ يجتمع العلماء ويبحثوا المسألة يبقى ثلاث مستويات الشخص العادي اللي هو من عموم الناس يعمل إيه؟ يسأل طب وإذا كان هو من أهل العلم من أهل التخصص ومن أهل البحث يعمل إيه؟ يبحث طب والموقف الثالث إذا كان هو من أهل العلم وبحث هو ما ظل الأمر المشتبع عليه يعمل إيه؟ يجمع العلماء ويتشاور ويتباحثوا أمور وإذا كهنا بقى يأتي الكلام ده من إيه؟ فاعتبروا يا أولي يعني مجموعة مع بعض فاعتبروا تنظروا وتبحثوا معا يبقى المسألة على هذه المستويات التلاتة إما يبقى كده إيه اللي حصل؟ إحنا كده جمعنا كل الأمة في فريق من الأمة يسأل وفريق من الأمة سيبحث والأمة إذا دق عليها الأمر إيه؟ تتشاور ده مهم أول كلام ده ليه؟ لأن إحنا ربنا ابتلانا في السنوات الأخيرة السنوات الأخيرة دي مش السنتين ولا التلاتة لا إحنا بنتكلم على سبعين وتمانين سنة فاتت ابتلانا بناس بيعتقدوا إن توسيع دائرة الحرام ده بيحفظ دين المسلمين يعني بيحفظ دين المسلمين إزاي؟ إن كل ما قلت إن دي فيها شبهة وخليت الناس تركوا ده أحسن لهم وأنا توسع بقى في حاجة في معنى من المعاني استخدمها الفقهاء بس استخدمها الفقهاء بالتزان وبروشت اسمها سد الزريعة فيجي يقول له مثلا حاجة هو يجهلها فبدلا من أن يذهب ويسأل العلماء إيه اللي حاصل؟ فجعل ما يجهله في قسم الشبهات فسد على الناس منافذ الرحمة وضيق على الناس الحلال وما عندنا الله سبحانه وتعالى يقول هنا بقى العلماء علمونا أن الذي يحرم يتساوى في الإثم مع الذي يحل الحرام يعني إزاي ده؟ قالوا لنا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب يعني إيه؟ الشخص اللي بيوسع دائرة الشبهات يقع في الحرمة يقع في الافتراء على الله إزاي يقع في الافتراء على الله؟ لأنه ادعى أن حلالا من الشبهات طيب أدعى أن الحلال ده من الشبهات ليه؟ لأنه جاهل زي ما حدث كده لما حد ادعى أن بيع التقصيد ده حرام ليه طيب؟ قال بيع التقصيد ده لأنه هو باعتين في باعة سيدي باعتين في باعة فين؟ قال له مش هو بيقول له ده كاش بتلاتة وبالتقصيد بخمسة يبقى هو إيه اللي حاصل؟ خلّ الفلوس بقى خلاص في دينه وبخلّ الفلوس دي في مقابلة التأخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا كلام عبث هذا ليس من قبيل الشبهات هذا من قبيل الجهل بالشريعة هو عندما سيبيع سيبيع بثمن واحد هو الثمن الآجل ولذلك إيه اللي حاصل؟ صاحبنا ده بقى هو اللي هيدخل في إيه؟ كالراعي يحوم كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه ليه طيب؟ قال له ما هو الحمى ده؟ حمى العلم والمعرفة وحمى الحلال والحرام وهو عندما ادعى أن هذا من قبيل الشبهات فقد تعدى على حمى شرع الله سبحانه وتعالى وافترى على الله الكذب فوقع في الحرام فوقع في الإيه؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فهو لما جعل الأشياء دي شبهة عند الناس وقع في الحرام ليه؟ ادعى أن شيئا حلال هو من قبيل الشبهات وفغير شرع الله معقولة اه طب واحد يقول له طب ليه كده انت ليه بتتكلم على الناس اللي عايزين الناس ناس عندهم احتياط مين قال لن دوت من قبيل الاحتياط طب كمان يقول له ان الاحتياط ده واجب لا يا سيدي ده مش الاحتياط الواجب الاحتياط الواجب عند العلماء ده لما بيكون في شبهة المحل يعني هي في شبهة المحل الماء الحاجة اللي هنا دي انا عارف ان هم فيه كوب محطوط فيه خم ورحته باينة وشكله باين والكوب ده انا مش عارف اذا كان ده الخمر ولا لا يبقى ما اشربش منه ده ان المحل الشبهة نفسها في المحل واحد دخل بيت ومش عارف ان فلوس دي دي الفلوس اللي نسيها ولا الفلوس اللي هي لي صاحبها فلان يبقى يتوقف لغاية ما يتخلص من الشبهة دي لكن اخلي كل حياتنا شبهة او ده اللي خلى الناس وقعوا فيه ثلاث حاجات وقعوا فيه كسرة الوسواس شوف بقى الحديث ده احنا قلنا الحديث ده بيساعد على الاتزان عند الاشكاليات المعرفية والعلمية فلما الناس تجرأت وسعت دائرة الشبهات وقالت اي حاجة شبهة الناس في الجامعات بيدرسوا فبيدرسوا في ايه اللي حاصل فعندهم عندهم الاولاد والبنات بيدرسوا في نفس المكان فقالوا على فكرة ممكن ده يبقى شبهة فقالوا شبهة ليه قال ده قطل اني هيبقى فيه الاختلاط حرار هو يعني ايه الاختلاط حرام انت مش واخد بال حضرتك ان الكلام اللي انت بتقوله ده احنا مش بنتكلم على الصداق ولا بنتكلم على ان الناس يفعلوا الافعال الحرام لكن بنتكلم عن اجتماع الناس في مكان واحد يا راجل اتق الله قال لي ما يشبه هي مع تجر الحرام اقول له طب ومجتمع المدينة مجتمع المدينة ان الناس كانوا فيه زي اي مجتمع موجود في الحياة الناس موجودين في نفس المكان شفتوا عمل ايه فخرج البنات من الجامعات ورح محرم الدخول في الجامعات انت حضرتكم بفاكرين ان الكلام ده حصل عشان وسع دائرة الشبهات هو فكر ان هو لما يوسع دائرة الشبهات بانسان محافظ على دينه ومستبرق لدينه لا لازم عشان تستبرق لدينك وعرضك ان تكون متزنا فالاسراف في الشبهات والاسراف في التحريم هو يوقع صاحبه في الحرام لا بد من الاتزان يا سادة يا سادة هذا اول عهدنا بهذا الحديث وسنكمل الكلام على هذا الحديث لان هذا الحديث وقع فيه كثير من الاشكال عند كثير من الناس لان كثير من الناس عملوا ايه حولوا الحديث ده لخدمة ايدولوجيتهم اتجاهاتهم مش عشان يسروا على الناس ويفتحوا طريق للعيش الذي فيه نور هداية الله سبحانه وتعالى